ثم أحبائي أخيرا جهاد القداسة في انتظار مجيء الرب مكتوب أحبائي لا يطباطئ الرب عن وعده كما يحسب قوم الطباطئ لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة في آية 14 أحبائي في بطر ستاني ثلاثة لذلك أيها الأحباء بعد كل هذا السر إذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام واو قداسة كاملة لكن اللي بتخلى لها حياة السلام بقول احسبوا أنات ربنا خلاصا يعني بكلمات مختصرة أن نعيش في سيرة مقدسة وتقوى لتوجدوا عنده بلا دنس وبلا عيب في سلام